طيب معناتها الحالة نحن بأي إجراء طبي حقيقة حتى بحبة الأسبرين اللي منوصفها للمرضى عم نطبق المبدئين نحن عم نوازن الفائدة اللي هي تقديم الفائدة الضرورية أنت عم إعطاء حبة الأسبرين عم ينزل خطورة احتشاء العضل القلبية لنسبة معينة وأنا بنفس الوقت إعطاء حبة الأسبرين عم يزيد خطورة النزف المعدي بنسبة معينة هذا الكلام إحصائيا موجود أنا مرة ناقشته بشكل تفصيلي كنت عم أحكي بالحصاء فجابوا ألف شخص وقارنوا طبعا كان نحكي على الوقاية البدئية عند مرضى العالية الخطورة فأنا من ألف شخص ما عندهم أي مشكلة قلبية بس إنها عالية الخطورة يعني عندهم سكري وعندهم ضغط وتدخين مثلا في عندهم خطورة قلبية ليصين معهم احتشاء العضل القلبية هدول لو أهدوا الأسبرين من أصل ألف هننقذ إن صراح الأرقام ما هي بالي بس مشان يعني قربها للمسامعين هننقذ عشرين شخص نمنع الاحتشاء العضل القلبية عند عشرين شخص بس بنفس الوقت من هدول الألف شخص في خمسة من هون صار معاهم النزف معي دي فهون مقارنة الفائدة مع الخطورة إنه أنا عم أنقذ حياة عشرين شخص وعم تسبب بينزف لخمس أشخاص فمقارنة الفائدة مع الخطورة أو الضرر مع الفائدة عم يرجح كافة الفائدة ترجمة نانسي قنقر